أهلا بكم معاكم بروفيسور قرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية جات لي إميلاد كثيرة جدا من ناس موجودة في الدول الشرقية وسطية متحدثة بلغة الضاد وطبعا موازمهم non-English Native Speaker غير متحدثي اللغة الإنجليزية لأن اللغاتهم الأهم هي اللغة العربية النهاردة طبعا كل سنة وأنتم طيبين Happy New Year بمناسبة طبعا today is the first day of January January 1st here in America 2020 I hope everyone can enjoy really your new year and having your ultimate goal because once you do the best effort I believe really out of my heart you're gonna achieve your ultimate goal لما تحقق و تحط مجهودك في أي حاجة بتحبها بالتأكيد أتحقق نجاح كويس جدا النهاردة هدية مني هدية مني لكل اللي هم حاصلين على الماستر ديجري أو بتحضر للدكتورات بتاعتك النهاردة محاضرة تعتبر هدية بمناسبة السنة الجديدة اللي هي 2020 معظمكم عايز يعمل الناس اللي هي عايزة تعمل ماستر ديجري في أمريكا أو الناس اللي هي عايزة تعمل ماستر في مصر عشان يدرس في الخارج في إنجلترا في أمريكا في عندنا متحان اسمه GRE GRE اختصارا كده في الوكيباديا ما تيجي تفتح وكيباديا هتلاقي يعني إيه GRE G اللي هي Abbreviation Acronome for General أو Graduate G Graduate Record Examination فبنقوله GRE ده متحان القبول لمرحلة الماستر في أمريكا ولو انت معاك BA يعني Bachelor Degree مثلا في مصر في أي مجال من مجالات وعايز يدرس في أمريكا فلازم تعمل لك امتحان الطافل ده لو انت مش محتاج كورسات تعادل الباتشر ديجري من أمريكا فلازم تعمل الطافل في أمريكا هنا بناخد بالطافل بس في بها تجابها تبعا سبع وناس تفضل الطافل والحاجات تجبها تبعا سبع وناس في التوتال دقري بتاعتك لانتحان القبول للوقت المتحدة الأمريكية تخلي بالك طبعاً لو أنت عايز تخوش اللا سكول في أمريكا عشان برضو الناس سألتني كتير جداً طبعاً أنا مثلاً خريكوا ليه تحوه دلوقتي وعايز أخوش اللا سكول هاعمل ليه اللا سكول في أمريكا لازم يكون معك七ا اللا سكول تختلف تماماً عن مصر أو تختلف تماماً عن الناس اللي هي خارجة مثلاً دولة عربية عشكوش اللا سكول في أمريكا فلازم يكون معك Você فأינה تخصص متخصصات مش لازم تخصص معين وبعد كده بعد ما بتاخد ده بتعمل انتحن اسمه lsa kennet Belata الحقوق هنا الله سكول بتعديل ألسات بجيب يعني لعوان 140 لعوال points تعتك over 140 وما فيش passing grade أو failing grade لكن بجيب اسكور كويس once you're gonna have 140 أتوبا أتقدم في الله سكول once you're gonna be accept بتخش الله سكول ثلاث سنين بعد كده بتخش على بعد ما تتخرج بتخش على بتاخد جيرس داكتوري دكتوراه على سيسنا ثلاث سنين بعد البي اي وبعد كده بتخش امتحان الباريكزام في أمريكا عشان تاخد اللايسنز بتاعتك ده بالنسبة لقولية الحقوق هنا في أمريكا الكلمات اللي هو لك ديت مهمة جدا 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 لو انت بتخش بقى على الامتحانات الطافل امتحانات الجيрь اي امتحانات الايئلتس فحياس تجيب اسكور كويس مشكلة العرب ايه مشكلة عرب الكتابة مشكلة عرب eleisning مشكلة العرب ان يقدر يكلمك بس مش فاهم يعني ممكن يقولك الكلام انت بتاكل الكلام بسرعة فانا الكلمات اللي أقولها ده أشرحها كويس جدا لك انت بحيس ان انت تيبع عندك كمية كلمات كويسة جدا ثاني دي هدية مني الكلمات دي جات في امتحانات سابقة وبترفع مستوىك اللغوي بطريقة جميلة جدا بحيث ان انت تبقى يعني متمكن بحيث ان انت تخش تكتب مستوى عالي الراجل هو بيعلم دوت اللي هو اللي بيصحح الورقة بتاعتك بيديك سكور كويس لان كلماتك مش كلمات سهلة هشرح الكلمات ديت بالنسبة ل بعد كده طبعا بعد الفيديو دوت انا اكتبها في الصفحة عندي اناملي اناملي يعني شاز حاجة غير متوقع داي اعتبر نان يعني something that's unusual or unexpected طبعا انت لازم تحفز الكلمات ديت عشان تبقى تعلي اللغة بتاعتك لازم الكلمة دي تدخلها بجملة وتحفزها بجملة يبقى اناملي تاني اناملي شوفي النقط ازاي اناملي اناملي يعني ايه unusual او unexpected مخك ده بالوقت لازم يكون بالزبط قموس قموس يعني انت انا هدربك انا مدرب الطلب عندي ان مخه ده يكون عنده قموس لو انت بايلينجوال يعني تكلم انجليزي وعربي فلازم مخك دوت انت بحفز الكلمة بلغة انجليزية وحفز الكلمة باللغة العربية ما يقابلها فلا بقول اناملي السنننم بتاعها ايه اناملي يعني unexpected او unusual ده السنننم بتكتح قموس كده ميريوم ويبستر دكشناري هتفتح مثلا امريكان دهيرتش دكشناري هتفتح كيمبريج دكشناري Oxford English Dictionary او مثلا انجليزي وعربي انجليزي وعربي ميريوم ويبستر اوكي المصباح في لبانون Longman Dictionary كويس انجليزي وعربيج بس الاحسن طبعا English English Dictionary فانا هضربك دلوقتي تاني الفيديو ده هدية مني ليكو عشان لما تجي تخش الامتحان هتلاقي معظم الكلمات دي في الامتحان ده عن خبرة ده عن خبرة عشان جات لإيمالات كتير جدا فانا بساعدك اهو وانا قاعد اهو بساعدك ان انت تخش تجيب سكور كويس تمام وبعد اذنكو بقى لازم تعمل لي شير عشان ان انا عايز الناس السفاد لانا بيجي لإيمالات كتير جدا لازم الناس السفاد لده علم وانا تعبت عشان اوصل مرحلة دات فانا بشرح لك عشان بساعدك عشان اخليك يعني تتهيأ لدرجة كويسة لدرجة علمية كويسة تقول لنا بساعد كلما بخش بساعد 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 انا بديك الكيه وبديك المفتاح ان انت عشان تخش تجيب سكور كويس تسمع مني كويس ده عن خبرة خلي بالك انا متعلم هنا في امريكا عشان تبقى فاهم فانا بديك خبرتي والخبرة دي في امريكا يعني فلوس عشان الناس يبقى فاهمها فانا بديك خبرتي فالفيديو ده هدية مني لكو تيجي الانامل دي يعني شاز طب عكسها ايه الانتنم بتاع ايه normal تعال بقى ندخل ده في جوملة you have to set it in a phrase and memorize it by heart by heart لازم تحفظ عن زار قل بص الجوملة بتقول ايه that student's poor performance on the latest test was anomaly since she had previously earned excellent grades يعني ايه الاداء الغير متوقع الاداء الضعيف للطال في الاختبار الاخير كان امرا شازا حيث حصلت سابقا على درجات ممتازة يبقى انت كده حفظت الكلمة وعكسها وبتساوي ايه وتحفظت الجملة بتاعيتها جملة التانية لما بتشوف حد very suspicious ده في القانون في حاجة عندنا اسمها legal terms خلي بالك اللغة المتحدثة او المستخدمة في المحاكم اسمها legalese تاني legalese يعني لغة القانونية اللغة المستخدمة في الصحافة اسمها journalist دي لغة الصحافة يبقى لما بتشوف حد بتقول oh my god he's very suspicious انا بشك فيه ده جاية منين suspicious دي ناون لكن الفورب اسمه suspect يشتبع فيه الشرطة مثلا cops in America they have a lot of suspicious on criminals يعني الكوبس في امريكا البوليس في امريكا عندهم شكين في المجرمين طيب كلمة suspicious بتسوي ايه بتسوي equivocal 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 مش كوك فيه طيب ممكن حاجة تانية اه equivocal ده بتسوي not easy understood مقدر شي يعني افهمهم or explain طب مثال politicians have been known to provide equivocal answers to report those questions يعني ايه السياسيين بيقدموا اجابات ملتبسة على اسئلة المرسلين يبقى equivocal يعني ايه حاجة مش مفهومة not understood not explain not easily explain طب equivocal دي بتسوي ايه بتسوي not easily understood او suspicious يعني بالعربي مش كوك فيه لما اقول لك حاجة very clear ده العامة يعني انت لو انت بتدرس مثلا في اي جامعة مجامعات في مصر لما اقول لك حاجة very clear يعني واضحة بس في حاجة اقوى lucid 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 يعني very clear easily to understand the very clear بس الكلمة دي بقى lucid يعني شفاف ممكن اقول اعلي اللغة بقى transparent transparent يعني شفاف العكس التاها obscure obscure يعني muslim muslim the lecture was lucid and straightforward the lecture المحاضرة كان lucid واضحة straightforward واضحة جدا allowing the students بتسمح للطلاب to fully grasp the concepts presented lucid المحاضرة كانت واضحة جدا مباشرة مما سمح الطلاب بادراك المفاهيم المقدمة بشكل كامل يبقى عندك كلمة lucid بتساوي clear very easily understood عكسها ايه obscure obscure يعني ايه muslim هتقول لي تمها دكتور مصر فيه dark اه dark ماشي بس obscure اقوى في المعنى اقوى يعني لما بيكون مستواك حيل في اللغة من كلماتك اعرف من كلماتك المستخدمة بقدر احدد مستواك العلم ايه الكلمة التانية assuage 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 the verb assuage يعني يخفف يخفف حاجة يخفف حكم assuage يعني to make an unpleasant feeling less intense حاجة مش مشدودة قوي unpleasant feeling يعني شعور جر sore طب مثال a message can assuage the soreness in your the massage the massage massage بالعربي المساج ده ممكن يخفف الألم الألم في العضلات هولا باللغة الإنجليزية ده massage can assuage the soreness in your muscles يعني المساج ده بيقدر يخفف soreness يعني الألم in your muscles في عضلاتك sore يعني ألم بتسوي كلمة pain الادجيكتب منها painful بماغك لازم تبقى بتفكر كده قموس طيب sore يعني ألم حاجة تانية كلمة دي أشرح كويس قوي لإني are you dead are you dead يعني learned يعني واحد مثقف قوي بس في كلمة أقوى منها في كلمة أقوى منها scholastic جاية منها scholar scholar يعني عالم scholar واحد عنده a lot of knowledge he knows exactly what he spoke about the scholar بقول مثلا Albert Einstein is a scholar in physics Albert Einstein عالم في الفيزياء أتذكر عشان بقى اللغة بقويسة جدا معاك لما تيجي تقرأ حاجة علم underline the word and phrases and memorize Albert Einstein كان بيدي محاضرة في Oxford University و شكرا عبد الرشيد شكرا شكرا عبد الرشيد اعمل انا بعمله عبد الرشيد عشان اعمل انا بعمله واعمل اعمل شير وعايز كله اعمل شير عشان الناس تستفاد محاضرة مهمة جدا جدا يا جماعة ترفع مستوى بطريقة رهيبة جدا وبعد كده تشكرني انا عارب بقول ايه انا عارب بقول ايه Albert Einstein كان في امريكا هنا وبيدي محاضرة في Oxford University فقال كده امريكا هناك امريكا هناك امريكا هناك مفيش حد كمؤهل اني ديني ال-BHD طب ال-BHD يعني ايه doctor of philosophy BHD يعني doctor of philosophy دكتراف الفلسفة في اي مجال من مجالات BHD و-BHD معناها ان انت you are able to teach anything يعني انت طبعا عندك قدرة انك تدرج اي حاجة وخلي بالك Albert Einstein قال if you wanna teach you have to comprehend understand and digest then teach يعني ايه Albert Einstein قال لو انت عايز اي حاجة تدرسها ده الكلام ده المدرسين بقى الموجودين في مصر هتعمل ايه you have to understand لازم تفهمها comprehend تفهم كويس اوي then digest تهدم المعلومة then teach ده بعد كده بتدرسها فهنا erudite يعني واحد متعلم learn scholar having great knowledge عنده معرفة كتيرة جدا طب مثال for example high school students often struggle with novels that are more erudite than they are entertaining طلاب المدارس السنوية بيبقوا عندهم معرفة كبيرة جدا مع الروايات واقصد راية مع الروايات من الطرفية opaque 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 حاجة انت مش قادر تشوفها invisible لما قولك مثلا this universe sometimes I feel like invisible invisible عدم الرؤية visible يعني حاجة شوفها invisible يعني عدم الرؤية فانا بقول كده opaque يعني ايه لا يمكن رؤيته يبقى شفاف قلنا transparent طبعك سهبة هي دي opaque opaque لا يمكن رؤيته خالص معناها يعني not able to be seen through not easily understood ما تقدرش تشوفه او موك ما تقدرش تفهمه opaque طب مثال medical jargon medical jargon jargon هنا قوية شوية انت ممكن تقول medical terms صحيح مصطلحات طبية بس jargon اقوى لطلبة الطب في كلية الطب ده مصطلح طب بقول عم medical jargon medical jargon يعني المصطلحات الطبية includes بتشمل ايه many opaque terms مصطلحات غير مفهومة like like macrosomic which describes a newborn who weigh more than four thousand grams المصطلحات الطبية these days in christmas a lot of people they spend money on products buying products بيدفع حاجات كتير بس في حاجة تانية في ناس عندها shopaholic shopaholic يعني واحد مدمن بيصرف كتير فلوس في shopping في واحد تاني اقف عند الكلمة دي بقى قاموس اهو انا بدربك ان ادماغ اختبقى قاموس طب شباهولك يعني واحد مدمن شراء حاجات همسي كلمة شباهولك ديت ممكن اقول bookaholic bookaholic يعني bookaholic يعني واحد مدمن اراية مدمن اراية هنا prodigal 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 بص النط pa 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 عشان arbykinnerive speakers كلهم عندهم مشكلة في البي والبي البي والبي خلي بالك بقول boy 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 و pa 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 paralegal paralegal اللي هو مساعد محمي في امريكا paralegal ممكن قول paper 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 ده النط النط عشان في كتير منكم اصلا بيجي هنا امريكا وعيش في امريكا يقولك مشكلة النط مش فاهم مش فاهم بيقولوا ايه الامريكان بيأكلوا النط بسرعة عبيكلم بسرعة مش فاهم فتعلم مني دا هنا بقولش prodigal نا prodigal prodigal واحد مصرف مصرف بيصرف فلوس كتير ممكن بتساوي ايه بتساوي wastefully extravagant واحد بيصرف كتير بيصرف كتير عكسها ايه stingy بخيل على طول على طول على طول الانتنم بتاعها stingy stingy يعني بخيل واحد ما بيحبش يصرف بيحب الفلوس جدا ما بيحبش يصرف كتير فبقول the prodigal prince خلي بالك the ما قولتش the خلي بالك في النطق برضو the prodigal prince الامير اللي بيصرف كتير bought lavish gifts lavish يعني حاجة غالية lavish luxurious غالي اهلا بيكو استاذ امين طبعا انا ما قلتش يا جماعة ان انا طالع لايف بس طبعا انا جالي ايمالات كتير جدا فيعني انا بحب ساعد الناس دي حقيقة فبقولك هو يعني ده هدية مني ليكو في السنة دي يعني المناسبة ده اول يوم في السنة يعني فده هدية مني ليكو عبد الرشيد شكرا دكتور ربنا يخليك مبتاز نعيمة تحياتي ليك اهلا بيكو استاذ فريدة دي بتقول من روائع القدر ان يضع الله في ضربك من ينيرين لك الطريق فولاء وحدهم من يصحقون الشك وامتنان مثلك انت دكتور نارك شعيد ربنا يخليك اشكرك هنا جملة ديت يعني الامير بيعمل ايه اللي هو الامير اللي بيصف فلوس بيصف فلوس يعني على الهدايا لافش جفتس لافش جفتس يعني خلي بالك هنا بقى لافش يعني هنا ممكن تقول مثلا بس 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 حاجة لا تقدر بمال ممكن تقول باهز ماشي صح ممكن تقول لافش حلو ده قموس دماغك كده بعلمك تبقى قموس لافش يعني باهز غري جدا وبعد كده لافش جفتس وخطت لإيه احداث باهزة باهزة لما أقولك حاجة مش مفهومة قوي بازل صح لما كنا عائل صغيرة بنلعب حاجة اسمها سلم والتعبان في مصر تمام سلم والتعبان دي نوع من البازل بازل يعني إيه حاجة لغز بس انجمة يعني لغز انجمة انجمة لغز واحد بيعمل حاجة ميستيريوس يعني غمضة تحس كده بيعمل حاجة غمضة ده اسمه انجمة فيه لغز كده يبدا ناون صفوان جميل جدا عاشت ايدك توصل فكرة جيدة انا اشكرك thank you انجمة يعني واحد بيعمل حاجات مش واضحة فبولاب الانجليزي ده بيعتبر ناون خلي بعك a person or thing that's mysterious mysterious يعني غمض محير محي حيارة puzzling puzzling difficult to understand بيعمل حاجات خليك تعود تفكر بيطبع عليه كده خمسين الف علامة دواير كده he has a lot of questions mark well he's not really clear مش واضح ده انجمة لغز شخصي حيارك تفهمه his behavior is very انجمة انجمة يعني في سلوك كده مش واضح انسان مش واضح هقول طب مثال scientists continue to research cancer scientists العلماء استمروا ان هم يعملوا ابحاش عن ال cancer السرطان to solve to solve solve هنا اوقف عد كلمة solve يعني ايه solve يعني حل وخلي بالك resolution يعني حل بس خلي بالك بقى لما تخش على قاموس legal terminology resolutions يعني قرارات ماقولك قرارات مجلس الامن يعني security council resolutions قرارات مجلس الامن ده جمال بقى الانجليزي الكلمة لو حطلت لها s او غيرت منها شوية بتغير معناها تماما ودي بنحبها جدا في الكنتاتيين الانجليزي المشابه البعض اناجمالوغز يبقى اولي scientist continue to research cancer to solve the enigma عشان يحل اللوغز عايزين يشوفوا لغز المراد of its primary cause primary cause يعني السبب الرئيسي السبب الرئيسي which will hopefully to a cure التي hopefully آملا سوفو يؤدي الى الى لك يبقى النجمة يعني لغز النجمة puzzle اوكي بعري كده بص اللي جايدت واحد متحمس قوي العامة يعني لو انت مثلا دارس اي حاجة في مصر يعني اقول لك واحد متحمس قوي يعني واحد انرجيريك صح عنده طاقة زيادة بس في اقوى منها انسوزياستيك انسوزيازم يعني الحماس نفسه بص كلمة بتجيبها ازاي يبقى عندك انرجيريك جاية من انرجي النون ال ادكتب بتاعها يبقى انرجيريك واحد عنده طاقة وبعد كده انسوزيازم يعني الحماس انسوزياستيك يعني متحمس طب الكلمة بتسويها بايا انسوزياستيك يعني فورفرد 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 يعني متحمس بشدة انتنسلي انتوزياستيك او باشنا لما قول لك انا عندي باشن لحاجة باشن يعني عندي شغف باشن باشن يعني شغف باشن اقوى لما قول لك عندي شغف للقراء انا بحب عندي شغف لإيه الصفر عندي شغف لإيه I have a lot of passion listening to the music عندي passion إيه حب السمع للموسيق الموسيق 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 فبقول لها هنا مثال the child the child showed a fervid fascination بيوضح ايه حب الفاتن fascination fervid fascination افتتان قوي for super heroes super heroes super heroes يعني ابطال خارقين putting over comic books for hours comic books كتب الهزلية اللي هي الحاجات الخاصة بالرسم اسمعه comic books for hours لسعات hours سعات لما أقول لك واحد تسعيد happy بس هابي دي عذية دي أي واحد يقول لك happy لكن ما تيجي تكتبها في الإشي بتاعتك في البحنات في الطفل والولايلة وشي أري I'm satisfied for what I have أنا راضي راضي عن ما عندي في كلمة أقوى placate 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 يعني راضي عندي استرضاء عندي satisfaction الرضاء pleasing for what I have verb placate يعني verb to make someone less angry or hostile بيستردي واحد بيستردي واحد عماش خلوش ما وباش غضبان مثال apparent إنهم الولدين may decide to placate a baby with pacifier pacifier لها المصاصة بتاعت الأطفال الولدين بيقرر الولدين إنهم placate يسترد الطف عن طريق المصاصة اسمها a baby with pacifier pacifier بمصاصة الأطفال عندك بعد كده حماسة zeal zeal بالzeal zeal يعني ايه zeal طيب إنت الوقتي ودي مشكلة في الشنخ الأوسط تلاقي مثلا إيه بيحفظ الكلمة وخلاص لا لا إنت مفروض تحفظ الكلمة بمعناها يعني ايه zeal can you define it هل إنت تعرف تعرف لكلمة zeal ديت ما تقوليش بقى بالعربي بقى برضو مشكلة اللي هما لغاته مش اللغة الأساسية اللغة الإنجليزية أو يعني حظوا مدرس في الخارج أو مدرس كل حاجة بالإنجليزي في جماعات خصصا إنجلترا أو أمريكا لما أقول لك define it يعني عرفني عرفني يعني zeal قولي يعني zeal بالإنجليزي حماس يعني إنت عندك حماس لازم تعرف الكلمة معناها باللغة الإنجليزية لو أنا عملتا أنا أقول لك علي دوا تحفز every single day if you memorize like 10 different words every single day listen what I'm saying if you memorize really every single day 10 different words with its definitions synonyms antonyms you know how many words you're gonna memorize in a month every single day calculate do your mathematician do your math every single day you're gonna memorize 10 words times 30 that's mean 300 words a month 300 words a month تلتمي كلمة تلتمي كلمة في الشهر القموس في كم كلمة أنا أقول لك في كم كلمة القموس في كم كلمة قموس Oxford في 360 ألف كلمة وكل مارس كل مارس كل شهر مارس every month of March the ad in England 160 words بيدي to Oxford English dictionary بيدي 160 كلمة كل شهر مارس لأكسفور هتقول لي 360 ألف دول صعبين نا سبيش في كي easy easy قموس تحفظه آه تحفظه أنا أقول لك عليك تعمله تحفظه آه تحفظه في دماغك آه في دماغك ليه طريقة يتحفظ بيها تقدر تحفظ كتاب أحفظه لك في ساعة في ساعة أجيبه من جلدة للجلدة دي ليه أطرق في الحفظ هتقول لي مش ملكات ملكات كتا دكتور حاجة تانية مش ملكات تانية هي ليها طريقة ليها طريقة مفيش حاجة صعبة مفيش حاجة صعبة don't think if you want to learn something and you feel like for a while that's really hard to get it you will never learn you will never learn if you think well I can't really climb this mountain you will never climb it if you think well I'm not going to pass exactly you will never pass it if you think you will never have A degree or A 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 you have to have self-confidence self-confidence yes you have to believe yourself yes I can do it yes I'm working hard yes I can well learn 10 words a day then during time period after 1 month 2 months I will memorize like 20 words a day 30 words a day 50 words a day why not you think well in English the speaker better than I that you have to في ايه في ايه لازم تؤمن بذاتك لازم تؤمن بذاتك دي مشكلة اللي هم للعرب دي مشكلة العرب مشكلة يقولك لا ده جبل مش هقدر ازاي ولا بيكلم احسن منك احسن منك في ايه انت عندك ميزة مع ان انت تتكلم عربي بتتكلم انجليزي وبكلم اسباني وا 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 احنا عندنا قدر عشان تبقى فيها برضو من واحد متخصص لغة ودي شغلتي انا متخصص لغة اللي بيتكلم دوت انا بقولك كده انت عندك لغة واثنين وثلاثة في منكم بيعرف بس انجليزي وبعرف الفرنساوي احنا عندنا قدرات ان احنا متعلم اكتر من لغة متحددش نفسك don't limit yourself don't limit yourself don't say well it's very hard no you will get it you will get it هتجيبها هتجيبها هتعلمها هتكلمها احسن من اهل اللغة yes you can انا بقولك كده يعني زيل زيل يعني زيل a strong feel of interest and insidious that makes someone very eager or determined to do something شعور قوي بالاهتمام حماس اجعل شخص ما حريص جدا مصمم على فعل شيء ما دي معاناها زيل طيب مثال هقولك the great imperers crusading zeal let him to conquer many lands يعني ايه يعني the great imperer القائد العظيم crusading قائد الحاملات الصليبية الحماسة بتاعته عملته ايه لقهم قادته to conquer many lands conquer يعني يخزو conquer يخزو many lands بالدنة عديدة لازم تحفظ الكلمة بيه الجملة بعد كده عندي abstain abstain يعني ايه يحرم abstain بيتحرم من حاجة يمتني عن حاجة يكبح باللغة العربية النفس I gonna abstain earring for two months because well I am not feeling well I have to strike strike يعني يعمل اضرب دي abstain بيتمتني عن حاجة بيتمتني عن حاجة abstain يعني restraint restrictions يعني قيود limitations يعني حدود you gonna restrict yourself بتقيد نفسك of doing mistakes because if you do mistake you will be punished لو عملت خطأ عطاقب طب restain يعني يحرم يمتني عن one self of doing or enjoying something يعمل حاجة وتمتع من حاجة ممكن احرم نفسي منك احرم نفسي منك طيب نعلم شوها بفكرنا بقى نعلم شوها بفكرنا عشان ما تيجي تكتب بقى لما تيجي تكتب القصة بتاعتك فالطفل لازم يكون فكرك لازم تورنيني فكرك انك فكرك عالي لما تيجي في السوفيزم في الاسلام في حاجة اسمها الصوفية في الاسلام صح السوفيزم الاسلام فيه sects sects يعني مذاب من ضمن المذاب الاسلام اللي هو من ضمن المذاب الاسلام سوفيز السوفية السوفيين مذهب السوفي اللي هو ابستان yourself from getting or eating food for a while because once you restain yourself of getting or eating food you feel yourself when you're so close to God you're inspired by by god بتمنع نفسك على الأكل فانت كده بتقرب نفسك من الله بتلهم من الله حسب المذهب السوفي المذهب المسيحي عندنا في الدينة المسيحية في حاجة اسمها المذهب الأبيقوري أبيقوري يعني المذهب الأبيقوري المذهب الأبيقوري اللي هو بيعتني به زي السوفية في الإسلام كده بالضبط الكثير من مختلفات وده يا جماعة لما تجي تدرس comparative religion لما تجي تدرس مقارنة أديان هتلاقي في حاجات الكثير من مختلفات between different religions or philosophies كنفشيوس قال إيه كنفشيوس قال إيه دا فان لسوف في الصين قال كل religions and philosophies standing on one line each one has his own belief but at the end all of them they believe there is one God كل المعتقدات والأديان بتقف حول خط واحد كل اللي هو معتقده وفي النهاية كله يعتقد أن يوجد إله الله دا كنفشيوس يا سلام بقى لما تجي لك قطعة عن الفلسفة أو عن مثلا رأيك بقى دا الكلام دا بقى فين في الآيلتس بقى في الآيلتس يا سلام يا سلام بقى في الطافل لما تبدع كده وتكتب تكتب يقولي لها دكتور نكتب كم صفحة أكتب صفحتين وخلاص أكتب ثلاثة وخلاص أنا بقولك اكتب اكتب ابهر ابهر اللي بيقرأ بيك اكتب طلع الكلمات اللي جواك طلع مشاعرك في الورق ابهره ابهره إيه دا معقولة دا معقولة دا أنا انجليش نيرف سبيكر بمعلوماتك خلي بالك اسمع مني knowledge is power المعلومة قوة لما تتكلم في اي حتة الناس تقفلك وفي اي مجال تشتغل فيه الناس تقفلك يحترموك لان لغتك تظهرك لغتك تظهرك كتابتك تظهرك اللي انت بتكتبه في الورق دا هتنجح من اول مرة ما تقوليش صعب انت داخل انت واسق من نفسك داخل عالطافل هجيبه هجيبه لازم تمانية تسعة من عشرة لازم اجيبه اللي بيصحح دا مش يحسن منك انت مش يحسن منك الفارق الفارق هو قاعد وقاعد وقا he spent a lot of time to get it to achieve it to get high score why not i give myself a chance why not i am studying hard why not i can get good grades ليه لا لازم تؤمن بذاتك لازم نهر العلقامي بيقول سلام عليكم ممكن تعلمني الطريقة بلا احفظ بهم الكلمات تدور على الفيديوهات بتاعتي هتلاقينا انا كاتب لك الحاجات دا ازاي تحفظ الكلمات واوة وتعلم الفيديو دا يبقى abstain طيب انت abstaining from smoking بيت امتنع عن التدخين تمام هو كلا doctors encourage doctors اللهم الاطباء encourage بيشجع 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 their patients اللهم المرضى to abstain عشان يمتنعوا من ايه from smoking cigarettes cigarettes ما اسمهاش cigarettes زي العربة بنتقوة cigarettes 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 ال r دي roll roll the r roll الامريكان اكسب بنعلم هنا لازم roll the r ما اسمهاش r ما اسمهاش r ما اسمهاش car 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 roll the r عشان تجيب النطق صح عشان ما تيجي تسافر برا ما انت ممكن بتكلم مع بعض انتو كعرب في الدول العربية لك لما تيجي تسافر برا هتعامل مع مين لو انت مثلا متعاملت مع امريكان ما يبصلكش بقى ويعملك physics expression ويقولك ايه وفي ايه انت عايز تقول ايه طب ممكن تقول تاني وثالت ورابع مش فاهمك هتلاقى وشه كده عمل physics expression يعني ايه بص الوش عملك كده طبعا عملك كده طبعا عملك كده تفهم انه انه فصل منك مش فاهمك فانا بقولك اهو ال accent بتاعك مهم جدا وكلمات اللي انت بتستخدامهم هم جدا يبقى ده عندك up still audacious 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 جريء واحد جريء يعني جريء يقولك واو look at this female she is very bold bold يعني ايه جريئة بتكلم she knows exactly عارفة بتكلم عن ايه you have self confidence يعني ايه عندها ثقة بنفسها عندها ثقة بنفسها bold bold بتساوي ايه audacious audacious يبقى willingness to take bold risks واحد بيخاطر عارف هو ايه فبيخاطر showing a love for respect ممكن جريء ممكن خلي بالك في حاجة تانية بتبقى نجرف شوية showing a love for respect واحد جريء بس بقلة ادب زي ما بقوله عبالعربي كده بس واحد جريء بعلم يعني بعلمه ببقى غريء وفي واحد showing lack of respect يعني showing lack of respect يعني ايه ما بيحترمش الاخر مثال the new CEO CEO اللهم CEO اللهم المدرين التنفيذيين pursued audacious initiatives to save the company from bankruptcy 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 و لو انت في امريكا عندنا في محكمة اسمها bankruptcy court bankruptcy court محكمة الافلس the students audacious remark earn her a seat an afternoon detention اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك مايكل لوقة مايكل لوقة بيقول لي كل سنة وحضرتك طيبة دكتور كارم مصري عايش في الكويت حياتي لسيادتك اهلا بيك واهلا جميعا باهل الكويت اهلا بجميع المصريين والعرب الموجودين في البلد الشقيقة واحترامي للكويت انا عندي طلبة من كويت كوايتا هنا سواء بنين او بنات موجودين في كويت بيجونا طبعا مبعوثية الكويتية عشان للدراسة في امريكا وبياخدوا درجات الباتش الدجري او الماس الدجري والدكتوراه من امريكا فتحياتي لجميع العرب وخصوصا المصريين اهلي وناسي وحبايبي واخواتي اللي عاديين والعاملين في الكويت والناس اللي هي عايزة تخش الامتحانات ديت يا جماعة انا بجيبلك هدية هدية هي الحد عندك من امريكا عشان اساعدك بمناسبة السنة الجديدة ربنا وفع الجميع رب يا رب وفع الجميع وافتح الطرق لجميع الناس وخلي الناس تحقق حلمها تسمع كلامي واعمل اللي انا بقولك عليه هتجيب درجات حلوة في الامتحانات بتاعتك اوديشيس جريء بول ديسيكيت ديسيكيت حاجة مجففة مجفف ممكن اه بس خلي بالك لما اقولك ديسيكيت بحرية واسس ان ايجيبت انقردت يبا هنا دري لما تحط لها دري اوت يعني انقردت بس هنا ديسيكيت يعني مجفف دري حاجة مجففة مجففة ريموف يعني ايه حاجة يعني انت بتشيل الرطوبة منها سح يعني مجفف يعني ايه بتشيل الرطوبة اه 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 يا ممتاز بولد سيم اوديشيس هي متقولش سيم طول ايكول احسن يعني سيم has the same meaning like اوديشيس yes yes تمام اه خلي بالك بولد يبقى بتسوي اوديشيس طب العكس بتاع ايه لما واحد جريء احب العربة او واحد جريء العكس بتاع ايه بالعربة يكون ايه جبان بيخاف اسمه تمت تمت يبقى عندك بولد ايكول بتحفظها كده بقى بولد ايكول اوديشيس الابسيت بتاع ايه او بلاش اوبسيت بقى عشان اوبسيت دي شوية ضعيفة شوية في اللغة الانتنم الانتنم بتاعك شوية ايه هيبقى تمت 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 يعني ايه تمت يعني بيخاف جبان مكسوف تمام غاليبو يعني شاذج معروف لما قولك انت يعني انت ساذج قوي يعني انت ساذج قوي خسر هقول لك ايه خلص ناوو ناۓا Old عندما يتحدث عن أي شيء يتحدث أمتي هد أمتي هد يعني دماغ فاضية بالعربي دماغ فاضية أمتي هد أمتي هد واحد دماغه فاضية واحد يكلمه في حاجة يكلمه يتطيلك في موضوع تاني He's not focused He's not focused يعني ما بيش مصمم على حاجة ما بيش مركز على حاجة اسمه أمتي هد دماغ فاضية هي هي قلبل يعني سازك واحد نايف اسمه قلبل Easily persuaded to believe something واحد سازك تقدر تقنعه بأي حاجة اسمه قلبل The gullible little boy الولد الصغير السازك that gave his older sister إد أعطى أخت الكبيرة all of his allowance Allowance يعني مسروف أقف عندي دي أقف عندي دي لو أنت في أمريكا عايش في أمريكا إحنا عندنا هنا حاجة اسمها Family court Family court ديت لما تيجي تعمل حاجة اسمها marriage بناء على قوانين لأنه نخشبه في قانون قلتلك دماغك هتبقى زمر بفكر كده بالزبط هتخش على القانون هتخش على الصحافة هتخش لأنت قاري كتير قاري كتير ده بيحصل لك في مرحلة كده بتحصل لك أنت بتحس دماغك بليانة أو معلومات بص للعقل بيقول لك خش هنا خش قانون خش فلسفة خش هنا خش هنا دماغك مليانة في أمريكا هنا في عندنا الطلاق اسمه divorce بس خلي بالك لما تيجي تفسخ الجواز ده اسمه marriage dissolution marriage dissolution ده تعبير أقوى يعني فسخ الجواز تمام فسخ الجواز لما تيجي بتفسخ الجواز وانت متجوز لازم تدي مراتك ديت لو انت قاعد معها مثلا قانون كاليفونيا بيقول لو انت قاعد معها تسعة سنين فتدفع لاتفعلها أربع سنين ونص حاجة اسمها spousal support spousal support يعني النافقة الزوجية ولو انت مخلف عيل لازم تدفع له حاجة اسمها shall support يعني النافقة الطفل دوت لازم تدفع له فلوس طيب almonion هو النافقة النافقة الزوجية marriage almonion يعني هو النافقة الزوجية تمام فانا allowance allowance يعني ايه لما انت قوم متجوز بتدي مراتك مصروف كل شهر واحد متجوز فبيدي مراتك كل شهر كل شهر ايه فلوس الفلوس دي ما اسمهاش expenses اسمها دي نفقات بتديها بتديها allowance عرفتوا الفرق ده الفرق فيه فرق بين marriage spouse support نفقة زوجية وفيه allowance allowance يعني مصروف بتديه ولها كل اسبوع او كل شهر اسمه allowance فهو ده كله مصروفه اللي بياخده الولد ده عشان قالت له because she told him she would buy a pony for him حسن صغير pony حسن صغير loveable 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 يعني انت واحد لما بتعمل واحد بتمدح واحد يعني ايه بالعربي بتمدحه درسنا في زمان في المدارس في المدح والزم صح بتمدح واحد شعر العرب كان بيمدحه الملوك وبيمدحه الامراء loveable يعني praising بتمدح loveable 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 ماسماش loveable loveable l-a-u-g-a-p-l-e loveable the deserving praise متح and commendation سناء providing affordable health care for all citizens is loveable goal يعني ايه جدير بالسناء واحد بقدم رعاية بقد سناء توفي رعاية صحية بسعار معقولة لجميع الموطنين هدف يستحق السناء health care of all citizens loveable goal loveable goal يعني هدف يستحق السناء كلمة اللي دجاة دي مهمة جدا vacillate 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 واحد بيتزبزب من مكان لآخر vacillate vacillate waver waver بيتحرك between different opinions or actions واحد بيتحرك بين أراء مختلفة وأحداث مختلفة اسمو waver waver تمام waver هولا إيه يعني vacillate بيتزبزب أوكي فبقول to waver between different opinions or actions مثال undergraduate students often vacillate undergraduate لما الطلبة لسه في أمريكا هنا بالذات يعني تلاقي مثلا داخل كورس معين فما عجبوش أو مناخل مثلا تخصص في حاجة معينة فالجمع بتقوله إن انت لو لو فشلت في دا ممكن تغير يعني تغير تخصص بتاعك وبال ما تلاقي تخصصي ناسبك ودي جي عادي جدا يعني في أمريكا في ناس بتخش حاجات ما تلاقيش نفسها فبيغير المدرسة بيغير السكول ده is very common in the US بالنسبة التعليم الأمريكي يعني ما بيفشلكش ما بيقولك لا روح مدرسة دانية وروح وتعامل على أساس أنت تلاقي حاجة بتحبها لأن أما حاجة اللي تحاجد أنت حاجة لا you have to find your passion لازم تجد شغفك ايه بتحب ايه وين التعليم كده undergrad students often vacillate بيترجحوا among various majors various majors يعني تخصصات مختلفة before deciding قبل ما يقرروا which degree to pursue يعني أي درجة علمية يدرسوها في عندي capricious capricious يعني واحد موذي capricious موذي يعني ايه مزاقي شوية يعني بيتارجح كده waving between different mood بنوع عليها given to sudden changes في تغيرات كده مفاجأة of mood or behavior في المزاق أو السلوك ده capricious the capricious supervisor تغيرات مفاجأة كده في المشرف ده تعمل ايه would hand out raises on day and fire an entire staff the next بيعمل ايه تغيرات دي في المشرف ده عمل ايه في المزاق والسلوك متقلب بيدي زيادات بيسلم زيادات في يوم الايام ويقالة جميع موظفين في اليوم التالي يعني يدي زيادات بص السلوك يدي زيادات في اليوم واليوم التاني يتغير خالص يتغير خالص ولو انت قاعد في امريكا تعرف حاجة اسمها في امريكا مخصوصا يعني يكون بقى مسقف في اللغة وتصل لمرحلة قوية في اللغة كبريشيز دي تجد في دماغها على طول البيبولر البيبولر اللي هو مرض صنائي القطبي في الولايات المتحدة الامريكية واخر حصائية كتبت على المرض دوت ان فيه 3 مليون اللي باللغة للانجليزية مرض صنائي القطبي ده ايه عبر عن ايه السمتم سمتم يعني الاعراض 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 يعني ايه الاعراض دي اتلا مواحد بيكون عنده changes in behavior and mood يعني فيه swings اسمها swings swings يعني بتارجح بين a wavering between behaviors and mood يعني بيتارجح بين المزاق وبيتارجح بين السلوكيات فتلاقيه كده بايبولر بايبولر يعني النهاردة today I'm very happy I'm very enthusiastic I'm very energetic hey I'm so happy I'm laughing jumping up and down but the following day I'm so depressed I'm sad يوم التالي and I'm so depressed مكتاب who said I don't wanna talk to anyone hey excuse me can you leave me alone why yesterday was so enthusiastic yesterday was so energetic yesterday was so happy today what happened yeah because today I don't know what's going on myself ده لازم يكون ايه بش عارف هو فيه لازم يروح يلوح السيكاتر سيكاتر يعني طب النفسي سيكاترست اللي هو الطبيب النفسي فلازم يديلو ايه يديلو 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 دو عشان ياخدوا كل يوم عشان بيزبط balance his chemical hormones عشان يزبط الهرمونات الموجودة الكيميائية داخل جسمه فعشان كنا بنقول last statistics was written in new york times in america three millions of bipolar patients are suffering every single day in u.s بيعانوا من هذا المرض طبعا مرض نفسي رهيب 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 طبعا ده بناء على ال psychiatric association american psychiatric association بناء على الجمعية الطب النفسي الامريكية اللي هي العضو فيها الدكتور احمد وكاشا في مصر اخر كلمة هقولها عشان الوقت لما يكون حاجة متجانسة homogenous 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 يعني متجانس يعني same or similar kind حاجة متجانسة مع بعض يعني الطيور على عشقالها الطاقة مش كده يعني انت بتكون كويس بتفرف الواحد كويس بكون واحد مثلا واحد مش كويس تعرف لحد مش كويس بنوع عليها all birds flag together all birds flag together يعني الطيور على عشقالها الطاقة homogenous يعني من حاجة all same kind من نفس النوع دي ترجماتها كده all same kind similar to each other all the groups are so similar to each other يعني كل جربات دي بتبقى زي بعض فقولو كده مثال there are very few truly homogenous cultures يعني ثقافات متجنسة ما تقول شبقى similar culture no homogenous cultures يعني ثقافات متشابهة since since social diversity social social diversity تنوع اجتماعي is increasingly widespread increasingly بيتزايد بينتشر هترجم على بعض يعني ثقافات المتجنسة جميلة او جملة دي بيقول there are very few truly homogenous cultures since social diversity is increasingly widespread يعني ايه الثقافات المتجنسة حقا فيها تنوع اجتماعي واسع الانتشار طبعا انا هقف عند هذا الحد و اشوفكم في محاضرة اخرى واللي انا قلت دوت راجع الفيديو you have to review it listen to it carefully every single day memorize these words write it down اكتبها memorize speak it loud اتكلم بصوت عالي وانت بتذاكر اتكلم بصوت عالي عشان تسمع نفسك عشان العقل الباطن عندك يسمع يبقى انت بتعمل ايه بعلمك اهو بعلمك اهو من اللي كان بيسأل منكم هنا من اللي كان بيسأل بيقول لي ازاي كلمات معرفش فيه احد الاشخاص فيه احد الاشخاص سأل السؤال ده فبيقول ازاي تعلمني ازاي احفز كلمات بقول لك اهو بشكرك طبعا يا مايكل اهلا بيك بس افاك كتير من حضرتك انا اصلا بكاروستر بيا عام لغة انجليزية اهلا بيك اهلا بيك محمد جلال اللي نور ربنا خليك اسلام ماجد اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك راسل حسيني صباح الخير مونير سافي بيقول متقالب المزاج هذا مرض روحي it is a spiritual disease but also a psychological disease it is بيقول الفريب in the bipolar will borderline will borderline بيقول thank you طبعا عشان stick to my topic لازم تعرف in how to memorize these words write it down in your note in your note book when you got to memorize it you got to write it down memorize it speak it loud you have to recap ركاب يعني بتلخص يعني مثلا ايه انت مثلا حفظ الاتنين الثلاث عندنا الوك اندنا في امريكا اللي هو جمعة سابت وحد يعني اجازة day off فطبعا دي فترة اجازات اعياد تذكر ازاي لست تحفظ الكلامات ولازم تعمل لها ركاب ركاب يعني لازم تراجعها تعمل final revision زي ما قلنا في مصر زمان كده حق اسمها final revision لكن اقوى من تعملها ركاب ركاب يعني sum up لخصها وتراجع الكلام ده عشان ما يتنسيش لان معروف احنا كبن قدمين هذا الفيديو وشاركه مع الناس. اريد أن كل من على هذا الأرض أتعلم من خطوة أو أتعلم من خطوة ايضاً. اذا فعلت ما أقولك وما أدفعك، ستكون لديك جوجل. هذا خطوة ايضاً. لو أنت عملت ما أقولك عليه ومشيت خطوة خطوة أقولك عليه، أتلاقي نفسك زي الفل. زي الفل المستوىك عيلي كويس. وزي ما قلت في الأول الفيديو ده هدية مني ليكو. وهنتابع طبعاً فيديوات أخرى عشان رفعوا مستوى الناس. أنا عايز كل الناس ربنا يكرمها وعايز كل الناس ربنا يحقق حلم الناس. الناس اللي بتبعثلي إيميلات ما بتردش علينا يا دكتور. أنا طبعاً مشغول جداً. فطبعاً عملت هو فيديو هو ولسه أعمل حاجات تانية عشان كنتوا عشان رفع المستوى العام. وأتمنى للجميع في عام 2020 النجاح والتفوق. اشتركوا في القناة. أشتركوا في القناة. أشتركوا في القناة. أشتركوا في القناة. أشتركوا في القناة.